ها هو عامهم السابع في النزوح شارف على الانتهاء لتبدأ أمليات النازحين تتجدد مرة أخرى وهم يستقبلون عامهم الثامن على أمل أن يكون نهاية لمعاناتهم وسط هذه البنايات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة حيث تقطن هنا في مجمع 7 كيلو غرب الرمادي نحو 500 عائلة نازحة هذه السنة الثامنة نحن هنا بها المجمعي هذا مهجرين السنة الثامنة الأغلبية اللي واقعة بيوتها واللي ما عندها بيوت فرد نوب وإحنا نطالب الحكومة على الموازنة الجديدة بك تسوي النحل أسألك بالله دحقه أسأل دحق على هذه وضعية العماية الغاية وضعية ينقعد بيها بس إنا لله أننا إليه رجعوا شي سوي أبو عبد الله نازح لا يستطيع العودة إلى داره المهدم لعدم يصرف مستحقاته من التعويضات لأعادة ترميم منزله وما زاد من معاناته هي إعاقته التي منعته من العمل وكسب المال لبناء ما دمرته الحرب بضلا عن عدم خصوله على حقوقه ليبقى يقاسي مرارة النزوحي هو وعائلته أنا بيتي نضرب الكامل وأطالب الدولة بتعويض أنا حد الآن عن بيتي ومنطقي صالي سبع سنوات وأطالب بالتعويض لأن أنا مقعد لا حول ولا قوة لا أقدر أشتغل لا أقدر روح لجي أريد من الدولة تنطير التعويض في سبيل أكمل بيتي أمنيات تعلقت بعام قد يحمل لهم بشرى تعويضهم عن معاناة استمرت لثمان سنوات على أمل أن تضمن حقوقهم في موازنة 2023 لانتشارهم من واقعهم المأساوية كم منزل في الأرض يألفه الفتاة وحنينه أبدا لأول منزلي ها هم النازحون هنا يودعون عامهم السابع بعيدا عن ديارهم مستقبلين عامهم الثامن على أمل أن لا يكتمل إلا وهم عائدون إلى أماكن سكنهم وإنصافهم بموازنة تعويضهم عما دمرته الحرب من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة